هل النهار ده ده محتاج جراحة قلب ولا هل في رسم القلب بيبين التفاصيل دي كلها عشان بصراحة رسم القلب مش دايما بيبقى دقيق مش بصراحة ده يعني ده بقت حاجة مشهورة جدا كل إنسان يعمل رسم قلب إنت لو أنت حاسس بمشكلة ممكن تروح تعمل رسم قلب يقوله لك أنت كويس تنشي وده بنشوفه كتير جدا وتحصل كارثة بعدها وبتحصل كارثة بعدها طيب يعانين طيب ولا إيه لا حضرتك هو دوت بيرتبط بمحددات المريض يعني المريض بيقول أول حاجة الشكوى بتاعته الشكوى بتاعته مع الكلينيكال كوريليشن اللي عنده يعني بنسمع قلبه بالسماعة هل في مشكلة في الصماماته ولا ما فيش مشكلة المريض اللي عنده عوامل مساعدة لبعض الأمراض يعني مثلا المريض الشاب الصغير اللي بيشتكي بنهجان وهو عنده 17 سنة 18 سنة 20 سنة بيبقى غير المريض اللي بيشتكي بنهجان وهو عنده 45 سنة 50 سنة دوت هنفكر في أمراض الصمامات وده هنفكر في أمراض الشرعين طيب اللي عنده 40 أو 45 سنة وبيشتكي بنهجان طيب هو بيشرب سجاير ولا ما بيشربش سجاير مدخن ولا مش مدخن طب هو عنده سكر ولا ما عندهش سكر وبالتالي بنحدد نوع الفحص المناسب للحالة الطبية بتاعت المريض وسنه والملابسات بتاعته طب إمتى بالضبط الواحد لما جسمه يرسل إشارات يذهب فوراً إلى الطبيب اللي هي الحاجات التي يعني لا يمكن أن تتجاهلها بالمر دي النفس عدم القدرة على بذل المجهود اللي هو المجهود الأكثر من الطبيعي مش المجهود الطبيعي وجود نغزات في الصدر أو ألام في الصدر متكررة ولا أنها دلوقتي لو حصيت بداح حالاً أتجه للدكتور لا مش حالاً الحاجات اللي تقلق إنها تكون من القلب اللي هي الحاجة اللي بتيجي مع المجهود القلم اللي بستمر فترة صغيرة يعني كتير قوي المريض يقول ده أنا الألم يا دوبك قاعد عندي أقل من عشر دقائق وراح خلاص أنا بقيت كويس ده ده أكتر حاجة تقلق لأنه هو بيروح لما الإنسان بيقل المجهود وبالتالي الألم ما بيحتاجش كمية الدم لو كان الألم دوت مصحوب بنوع من أنواع الغفان أو الميل إلى القيء لو كان الألم دوت مصحوب بأنه هو بينتقل إلى مكان آخر يعني هو بيقى في مقدمة الصدر وبينتقل إلى الكتف الأيصر أو إلى الرقبة بالفاكت الأيصر أو للدراع الأيصر فكل دي تعلمات تحسب تنميل كده أيوان كل دي علامات بتقول لا دي حاجة خطيرة جدا لازم أشوفها فيها وزي ما حضرتك قلت يا فندم أنه هو رسم القلب ما هواش الحاجة الوحيدة وللأسف بنشوف بعض الدكاترة اللي هما بيستسهلوا بصراحة يعني مش بيستسهلوا يعني زي ما يكونوا عارفين أن المريض لما يقولوا له ايه من فحوصات هيبقى متدايق وبالتالي بيخدوه على الهواء لا والله أنت كويس ده أنت صغير ما فيكش حاجة ده رسم القلب بتاعك ممتاز لا إحنا لازم ما نغفلش الحاجات دي ده فيه حاجات بتقعد فحصه واثنين وثلاثة وما بتبانشي صحيح